وبخصوص توقعات ومرؤيته من المورات الأهل والزمان كامل الخامس نروح نشوف ونرجعتين يلا بنا السلام عليكم معاكم كل المشاهدين وكل المتابعة قناة الأهل في كل مكان بننقل طبعا الصورة هنا بشوف التوقعات جمهور النادي الأهل متواجد بكثافة ومحب للنادي الأهل متواجد بكثافة مش هنقول في فنده لقامة لكن في حظر كبير جدا في فنده لقامة على العبت النادي الأهل أنا هروح طبعا لحد مشجيع ومحب للنادي الأهل منورين الأمارات منورين أبو ظابي منورين الدنيا كلها المباراة طبعا مهمة جدا لنا في توقيتها في الموسم بتحديدا بعد الفريق الكبير في الدوري احنا محتاجينها محتاجين الفوز أنا شخصيا أتوقع إن شاء الله المباراة تخلص زي الصوبر بتاع السنة اللي فاتت 3-1 إن شاء الله أو 3-2 ماكسموم ويا ربي بلسكور أعلى من كده رسالة سريعة لكل لعبت النادي الأهل قبل هذه المباراة مسؤولية كبيرة وراكم جمهور 70 مليون على الأهل غير اللي بر مصر فإن شاء الله تفرحونا زي ما بتعودين منكم إن شاء الله شكرا بالتوفيق روح كبيرة وروح مهمة جدا وهي دي الرسالة المهمة جدا اللي بتوصل لكل لعبت النادي الأهل أنا كمان يمكن منضملي أحد مشجع لنادي الأهل ومحب لنادي الأهلي أكيد متفائل زي ما كلنا متفائلين إن شاء الله عندنا سياقة كبيرة في اللعيبة لكن المباراة تقبل القسم على اثنين بتشوفوا المباراة زي و بتشوفوا الجامس زي أكيد طبعا أولا أهلا بكم في الإمارات وأهلا بالنادي الأهلي في الإمارات عمل لنا حالة جميلة كأهلوية ومصريين هنا المباراة طبعا المباراة صعبة لأنها مباراة بطولة ولكن الأهلي دايما بتلاقيه في الموعيد الكبير الأهلي رجالة الأهلي تولد عشان يكون بطل اللي بيلعب في النادي الأهلي ده محارب عارف إن أي مباراة بيدخلها ما عندوش الأخير واحد الفوز فإحنا واسقين كل الثقة في لعبتنا وفي جهازنا وإدارتنا وإن شاء الله لتكون التوفيق حليف الأهلي إن شاء الله ما النادي الأهلي عبا كلمة السر في مباراة لغاك أكيد طبعا جمهور النادي الأهلي التذاكر خلصت يعني بقول لحديتك الدرجة الثالثة ورابعة بعد ساعة العشرة بالظبط أنه تقريبا أول أو تاني واحد حجز بالظبط على السيستم يعني فأي مكان هتروح فيها تلاقي جنود الأهلي الأهلي عنده جنود وعنده شعب ما عندوش جمهور وإن شاء الله الفوز يكون حليف الأهلي إن شاء الله حبيبي الله يخبرك شكرا إن شاء الله نأخذ من كلامه بإذن الله يكون الفوز حليفة للنادي الأهلي إن شاء الله كل الأمور التنسيقية الأمور الفنية الأمور التبية كل يبقى جهز إن شاء الله العيبة النادي الأهلي تبقى جهزة يوم المباراة وبإذن الله نعود من أبوظبي بطولة السوبر تدخل دولاب وطلاطة النادي الأهلي بشكرك كريم شكرا جزيلا